موقع تلال مدافن دلمون تعد تلال مدافن دلمون موقعا أثريا مهما منذ آلاف السنين ويعود تاريخها إلى حضارة دلمون القديمة التي ازدهرت في المنطقة قبل الميلاد كما وتعكس المدافن حضارة دلمون سافقا التي أدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 2019 وتتكون تلال من 21 جزءا تمتد لأكثر من 20 كيلو مترا موزعة على حقل تلال مدينة حمد وتلال مدافن الجنبية وحقل تلال مدافن عالي الشرقي والغربي والتي تضم في مجموعها أكثر من 11 ألف تلة وتكشف تلال التي تم تنقيبها أن القبور ليست كلها من العصر نفسه أو بنيت بنفس الأساليب تلال مدافن دلمون أصبحت اليوم شاهدا على ما تمتلكه مملكة البحرين من تراث ثقافي استثنائي استطاعت أن تنتقل إلى العالمية ليصبح تراثا إنسانيا عالميا يقدم نموذجا ناجحا وأصيلا في العمل على استثمار المقدرات الثقافية لصناعة سياحة ثقافية والحفاظ على الهوية الثقافية الأصيلة للوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر